مع توجه أنظار العالم إلى الميدان في غزة ترتفع مؤشرات الانتظار لإعلان وقف إطلاق نار مرتقب بعد مضي أكثر من 120 يوماً على بدء العدوان الإسرائيلي على القطع الرد من المقاومة الفلسطينية والذي وصفته قطر بالإيجابي حمل في طياته بنود مقترحة في إطار اتفاق التهدئة والذي قدمته عبر وسط لإسرائيل الرد الذي شمل ثلاثة مراحل تقع كل مرحلة في 45 يوماً تشمل التوافق على تبادل الأسرى وجذهمين الموتى وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار حيث عرضت حماس إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل 1500 أسير بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية بالإضافة لجميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون إسرائيل إلى جانب إدخال ما لا يقل عن 500 شاحن يومياً من المساعدات لغزة وتوفير 60 ألف مسكن مؤقت ونحو 200 ألف خيمة إيواء وإعادة بناء المستشفيات كما شملت المرحلتين الثانية والثالثة تسليم حماس الأسرى العسكريين الإسرائيليين على أن تقوم تل أبيب بإطلاق عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وإنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع وتضمنت المطالب التي رفعتها حماس وقف اقتحام المستوطنين للأقصى الشريف وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام 2002 في المقابل فإن الأوسط الدولية تحذر من عدم التزام إسرائيل بشأن مسألة إنهاء ملف تبادل الأسرى وإعادة الإعمار في القطاع مثل أكد خبراء أن أي عرقلة لجهود الوساطة بالوصول إلى وقف إراقة الدماء في غزة سيؤجج مزيدا من الصراع في المنطقة إلى جانب تسبب إسرائيل بإحراج الإدارة الأمريكية وارتفاع موجة الغضب في العالم اشتركوا في القناة